مرحب بيك مرة تانية ما زلنا بنتابع معاك سير العملية الانتخابية لليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وحاليا أنا في غرفة العمليات الوزارة التنمية المحلية ومعي على الهواء مباشرة دكتور خالد إسم المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية وهيكلمنا أكتر هيعرفنا أكتر على سير العملية الانتخابية ويعimeterق التعامل هنا داخل غرفة العمليات برحب بحكم يا فإندم معاين على شاشة أم بي سيمون وأهلا بكم في غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية كان مع حضرتك تعلمي أن الانتخابات المرحلة التانية بدأت من صباح أمس طبعا وصباح اليوم اللجان فتحت في معدلتها الطبيعية كان في حالة وفاة بس لأحد المتنافسين في دائرة الجمالية الأستاذ حذر بغدادي رحمة الله عليه إنما بقية اللجان بتشتغل بشكل سلس ومع الوزير اللواء محمود شعراوي صباح اليوم تواصل مع السادة المحافظين مرحلة تانية وأكد على أنه سير العملية الانتخابية كل ما يتعلق بالتطهير والتعقيم قبل فتح اللجان النهاردة تم مراجعتها بشكل تام سواء داخل اللجان والمقر الانتخابية أو حوالين المقر الانتخابية كما حضرتك تعلمي مبارح حصل في هطول الأمطار على بعض محافظات المرحلة التانية زي كفر الشيخ زي الغربية زي المنوفية زي الدقالية حابين يا فندم نتوقف محافظتك عند النقطة دي يعني كيف تعملت غرفة العمليات هنا بوزارة التنمية المحلية مع الحادث ده يعني سقوط الأمطار أعتقد أثر شوية فالغرفة هنا تعاملت ازاي وطلقت ايه في الإطار ده خلينا أقول لحضرتك طبيعة عمليات الوزارة هي غرفة فيها فرق العمل فيها نقاط اتصال كل زمين من الزملاء ماسك محافظتين في 13 غرفة عمليات وأزمات موجودة في المحافظات المصرية كلنا مربوطين بالغرفة المركزية في رئاسة مجلس الوزارة طبعا في تواصل دائم مع مركز بحوث المياه في وزارة الموارد المياه والري وحيئة الأرصاد المصرية ومن سمى احنا بنبقى بعثين للمحافظات بتوقعات هطول الأمطار عندها وبالتالي بيحصل فيه نوع من أنواع إعادة التمركز بالنسبة لسيارات الكسح والشفط ومعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار قبليها كنا ربطين مع غرف عمليات 27 محافظة للاستعداد لموسم السيول والأمطار طبعا فيما يتعلق بالمناطق الحضرية كان نفس الشيء تهيئة الطرق المؤدية لمخراط السيل بحيث أن احنا نضمن أن الأمطار دي تروح في اتجاهتها الطبيعية وهي عبارة عن بحيرات أو وزارة الموارد المياه والري على مدى السنوات ونصف الماضية كانت بتعمل سرديب بحيث بصحرات يتم هطول الأمطار فيها وبالتالي يمكن إعادة استخدامها بعد كده في الزراع ده الشيق الشيق الثاني المهم جدا وهو فيما يتعلق فيه كنا عاملين إنارة بديلة بحيث لو حصل انقطاع الطياري الكهربائي في أي وقت يبقى فيه إنارة بديلة بالفعل استخدمنا الإنارة البديلة مبارح في دايرة هنا في المرجع عندنا في القاهرة وفي كفر الشيخ وفي الغربية وتم أوف الشرقية كمان وتم تشغيل الإنارة البديلة وتم الإصلاح على التوازي طبعا فيه تواصل دائم مع السادة سكرتير عموم المحافظات بحيث يبقى أول بأول كل المعلومات موجودة عندهم بحيث يبقى فيه تعامل على الأرض فيه تنصيق زي ما أشر مع الوزير اللي هو شعراوي مع قوات المسلحة ومع وزارة الداخلية والصحة وشركات الشركة القبضة لمية الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات دي بحيث أنه يتم التدخل السريع والتنقية الأجواء بالنسبة حوالي المقار الانتخابي طب يعني حتى الآن الغرفة طلقت أي بيانات بخصوص العملية الانتخابية على مدار اليوم الأول وإحنا النهاردة اليوم الثاني يوم يعني طلقيتم أي بيانات على مستوى المحافظات بشكل عام أي تعقبات في هذا الإطار الحاج تحب تذكرها لنا يعني احنا يعني كل ساعتين بيبقى فيه بيان بنتطلع هنا من الغرفة بيورد على السيد الوزير وبيبقى فيه تواصل مع المحافظات لو قلت لحضرتك النهاردة فيه تسع وزراء على مستوى القاهرة تنتخب وده الشعار بتاع محافظة القاهرة تسع وزراء حتى الآن انتخبوا النهاردة فقط خلاف أمس هل فيه شكاو بخصوص اللجان الفرعية؟ أي شكاو وردت لحضراتكم؟ بالنسبة لبعض اللجان يعني كان فيه مثلا امبارح كان فيه حالة وفاة في فراسكور وعلى طول تم التدخل ونقل المتوفي إلى مستشفى فراسكور العام بالنسبة لسير العمليات الانتخابية بالنسبة لبقية المدارس امبارح لما حصلته طول الأمطار تم الدخل السريع من جانب وحدات الصرف الصحي الموجودة فيه المحافظات وده تم بالتنصيق وتأكدنا ان ده ما اصرش سلما على سير العمليات الانتخابية وده كان في قرية برما في احدى مراكز طنطة الكفر الزياد كان فيها برضو أمطار شديدة لكن برضو تم التدخل بشكل سريع بحيث انه ما يأصرش ده على سير العمليات الانتخابية بعض انقطاع الطيار الكهربائي مثلا في كفر الشيخ في قرية منشه الشرقية بمركز مدينة كفر الشيخ وعلى طول الإنارة البديلة تم تشغيلها وتم الإصلاح أمس كل ده فيما يتعلق برضو على محافظة دميات نفسي الشيء كانت فيه أمطار غزيرة بمدينة ميت أبو غالب ومدينة الرودة والسارو وبرضو على طول السيارات تعاملت بحيث ان ده ما يأصرش على أي شيء خاص بالعمليات الانتخابية مردو حابين اتكلم مع حولتك على التنصيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة العولية للانتخابات في إطار انه كان فيه الحقيقة احنا لاحزنا على مدار تخطيطنا كان فيه استعداد كبير من اللجان مجموعات عمل من الشباب التسهيل على السادة المواطنين الإدلاق بأسوتهم في العمال الانتخابية كيف تم التنصيق بين الغرفة وبين الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الإطار يعني الهيئة الوطنية زمنا اللواء حمد جزار على تواصل دائم وهو أحد الزملاء الموجودين في غرفة العمليات دلوقتي معنا مع الزملاء وبالتالي هنا فيه تنصيق دوري ودائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بأبنائنا الشباب والتعامل مع منظمات المجتمع المادي دي من ضمن الخدمات اللوجستية اللي احنا بنقوم بيها ومنقدمها في العمليات الانتخابية كمان وحدة تكافؤ الفرص في المحافظات المصرية تم يعني قبل المرحلة التانية دي تم تدريب حوالي 712 متدربة من نساء مصر وشابات مصر الفضليات دول قاموا بالعمليات التوعية ودي كانت حصيلة 162 ندوة تم قيمتها في محافظات المرحلة التانية هل في رصد النساء بمشاركة الشباب بشكل عام يعني اللجنة توصلت لأي شيء في هذا القبيل الجزئية دي طبعا اختصاص أصيل للهيئة الوطنية الانتخابات وبالتالي احنا بنتركها العيان يعني على مدار اليوم اللي احنا لسه مستمرين حتى غلق اللجان يعني برضو استعدادات الغرفة في هذا الإطار يعني هيبقى فيه النهاردة يعني اليوم الثاني فبرضو استعداداتكم ايه؟ احنا استعداداتنا لغاية ساعة تاسعة مساء ده دورنا بينتهي لكن احنا في فترة الاستراحة من ثلاثة لأربعة هيبقى فيه ربط مع الغرف الأزمات والعمليات في المحافظات عشان يدونا تمام ان احنا بنتكلم في تسعة تلاف ومئتين وواحد وخمسين تقريبا لجنة فرعية يتم تطهيرها تم تعقيمها من الداخل ومن الخارج ده من اكد عليه الخدمات فيما يتعلق باهلنا من كبار السن اهلنا كمان من زو القدرات الخاصة بيبقى لهم تجهيزات خاصة احنا بنأكد عليها ومنتبعها وبنشوف عدد الحالات اللي بتحتاج ان فيه سيارة تروح تجيبها واترجحها ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا حرسين ان احنا كل اهلنا في المحافظات المصرية ما لديهم الحق في الانتخاب والرغبة في الانتخاب ان احنا بخاصة ان كبار السن ان احنا نساعدهم في الادلاق بصدق اشكر حضرت كبارنا ومنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله